خلال عام 2020 لقي 62 عاملاً فلسطينياً مصرعهم في الداخل المحتل ويتنصل الاحتلال من واجباته تجاههم من حيث تعويض عائلاتهم أو حتى توفير شروط السلامة والأمان في أماكن عملهم التفاصيل في هذا التقرير كأحد أهم المشاكل التي تواجه العماد الفلسطينيين وتتعظم في كل عام حوادث مأساوية أودت بحياة العشرات منهم في سوق العمل الفلسطيني أو سوق العمل في الداخل المحتل ليطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورقة حقائق حول وفاة العمال جراء حوادث العمل والتي أطلق عليها الثكب الأسود الكامن في صميم عالم العمل الفلسطيني وذلك خلال مؤتمر صحفي يسعى لتعديل بعض المواد في قانون العمل بما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية وحفظ حقوق العمال كثير من 62 شهيد لقمة عيش خلال عام 2020 واذا نقارن ما بين عام 2019 وعام 2020 بعدد شهداء لقمة العيش نرى أنه في ازدياد لوقوع شهداء لقمة العيش في عام 2020 التقرير تحدث بشكل واضح مش بس فقط تحدثنا عن داخل إسرائيل ولا داخل المستوطنات الإسرائيلية عن وفاة العمل وإصابات العمل برضو تحدثنا عن الواقع الفلسطيني ليش؟ لأنه فيش هناك تشريعات وقوانين عصرية لائقة اللي تضمن بشكل صارم وقف أي عمليات بتأدي لقتل العمال في أماكن العمل أو إصابتهم حتى جائحة كورونا التي زادت من مأساة العمال سواء في الداخل المحتل أو في السوق الفلسطيني فالجزء الأعظم منهم لم يتم تعويضهم خلال فترة انقطاعهم عن أعمالهم جراء الإغلاقات التي زادت عن ستين يوما التعطل اللي عطله في إسرائيل هما معروف أنه بمعدل شهرين أو ستين يوم لكن شوف التعويضات اللي إجت للعمال ما إجاهم أي تعويضات بل بالعكس خسائرهم بلغت أكثر من 800 مليون شكل خسائر العمال خلال جائحة كورونا ولم يعوضوا بأغورا أو بشكل واحد من قبل الحكومة الإسرائيلية أو من صاحب العمل الإسرائيلي هذا مخالف لكل اتفاقيات حتى للقانون الإسرائيلي نفسه فلذلك المطلوب والمفروض أن منظمة العمل الدولية زي ما هي لها مكاتب بتشتغل في دول الخليج وبتابع قضايا العمال المهاجرة اللي بتشتغل في دول الخليج المغفروض يكون في عنا أيضا زي هذا المكتب داخل إسرائيل اللي لاحق ويحاسب إسرائيل عن جرائمها اللي بتقوم فيها بحق العام الفلسطيني جرائمها بالتمييز مشاكل عدة تواجه العمال الفلسطيني في سوق العمل في الداخل المحتل أهمها التمييز العنصري في مختلف المجالات من الأجور وحتى في وسائل النقل والمواصلات إضافة لاستغلالهم بتصاريح العمل من ناحية تكاليفها المرتفعة واحتمالية إلغائها في أي وقت نهيك عن سوء المعاملة أثناء الدخول عبر الحواجز العسكرية من مدينة رام الله المحتلة محمد حسين رؤيا